البرج الأقرب ستحدث عن الأحوال العاطفية لأي لكل الشريك وستحدث كذلك حتى عن الأحوال العامة ستحدث كذلك حتى للزيب سنرى ماذا يخبرون شهر يونيو وما تنسوا أن هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري طالع وفي إمكاني أن تكون قراءة عكسية وخاصة إذا تحدثنا عن الجانب العاطفي نرى برج الأقرب تهدف إلى بدء بداية جديدة أو علاقة حب جديدة بس عم شوفك كأنه أنت مشوش الفكر وخايف أو عم تقارن الحب القديم بالحب الجديد أو عندك اختيارات وما عم تعرف كيف تختار باينها عم شوفك يعني واقف محتار أي قرار تتخذ بحيتك ممكن ما تكون علاقات فيه ممكن تكون حتى شراكة عمل يكون مشروع يكون شغل أي شيء ممكن أنت عم تفكر فيه بالنسبة للشريك عم شوفه معتزل قاعد لحاله ما عم يحكي معك ممكن عم شوفه هذا الإنسان هو صلم يتبعك هو توقم شوع يتبعك توقم الروح النسخة المطابقة لإلك أو النسخة التي تكملك بس عم شوفه هذا الإنسان مجروح أو يعني تعبين جدا عم شوفه عازل حاله عن كل الناس عن كل المجتمع عنك كذلك ممكن تكونوا مبتعدين عن بعض عم شوف كذلك على أنه عازل حاله عن كل المجتمع مش فقط أنت العالم عم شوف كذلك على أنه وارد جدا بهذه القراءة أنه أنتم مبتعدين عن بعض لأنه عم شوفه عم يتذكرك وكأنه أنتم قضيتوا وقت كتير طويل مع بعض أو قضيتوا أوقات حلوة جميلة جدا وأنتم مع بعض كذلك حتى أنه أنت عائل بقلبك تجاه الإنسان كذلك بس عم شوفه كأنه صرت كذلك حتى أنت تبتعد أو ممكن تشكل لك هذا الإنسان مشاكل أو عمل لك مشاكل بالعائلة فصرت تبتعد أكتر عم شوف كذلك حتى أنت من زوي ومو بتعد عن هذا الشخص ممكن أنت تتعامل مع برج الأذراء أو تتعامل مع برج الدلو كذلك عم شوف برج الأثار أو الميزين الجوزع كذلك عمشوف هادا الانسان كذلك يتمنى رجوعك او يتمنى تهيير شيء او يحصل شيء بحياته لانه هادا الانسان حياته شوي موتري او مكركبي ما عارف شوي يعمل او اي قرار يتخذ او اي طريق يصلك ممكن هادا الانسان حيران جدا عنده اشياء مو بس انت اللي مسببها يعني الحيات عامة ممكن انت شايل بيقلوك تجاه هذا الانسان لانه بتاعد ان غير ما يفسر ولا كلمة اذا ممكن حاول انه يشي عندك يا برج العقرب ممكن عمشوف ردة فعلك حتكون ردة فعل صعبة ممكن تنفجر بوجه هذا الانسان ممكن تحكيله كلام قاسي جدا عمشوفك شخص ممكن تقوله كلام جارح جدا يبتعد ابتعاد الاخر لا هيك عمشوفه منزوي منعزل ممكن متخوف من ردة فعلك عمشوف كذلك حتى هو يريد يرغب في ارجع او في بداية جديدة اوكي يريد صلحة يريد تغيير الامور بس ممكن بيعرف انه انت شخصية صعبة منك شخصية سهلة انه يتعامل معه اوكي عمشوفه كذلك على انه اوه رح يعمل خطوة اوكي بس الخطوة رح تجي متأخرة ما رح تجي بالوقت اللي انت مثلا مش هرجون عمشوف الامور تتأخر او رح تعمل يعني متأخر جدا عمشوف انه نهاية العلاقة رح تكون بشكل سعيد يعني عمشوف على انه هو يحمل حب كتير قوي اتجاهك وعمشوفه يعمل خطوة بس رح تتأخر هذه الخطوة ما رح تفكر انه العلاقة رح تكون بشهرجون جيدة اوكي عمشوف على انه هذا الانسان يذرك انه مذنب يعني يشعر لانه هو المذنب بهذه العلاقة ويدرك ذلك بس ممكن ما قادر يعني يفسح عن ذلك او يعمل خطوة اليك ممكن كذلك عمشوف على انه عنده مشاكل بما تتعلق بالمال او بالعمال ما بيخليك كذلك تكون راكز للدهن عمشوفها كذلك على انه ممكن تكون عندك فرصة حب جديدة او ممكن يعاد صياغة هذه العلاقة بشكل جديد ممكن تكون تبدأوا العلاقة بس بشكل اخر ما رح تكون نفس المشاكل رح ممكن تتكلموا لانه عمشوفي كومنيكيشن بس هاد الكلام او هاده الرسائل ستتأخر يا برج العقرب ما رح يكون في تواصل بالوقت الحالي في رغبة وفي نية انه تتكلموا بع بعض وخاصة هو عمشوف في رغبة بس انت عمشوفك يعني الشاي بقلبك تجاه هاد الانسان ومتوتر اكتر وممكن بتعد من غير ما يفسر لحيك انت عمشوفك كتير شاي لبقلبك تجاه هاد الشخص بس عمتان الطاقة جيدة جدا حاول اذا هو انسان مثلا طيب وانسان عنده خلق بس ما اعتزل من غير ما يحكي لالك حاول انه تلتمس له العذر لانه عمشوفه يظهر بانه في مشاكل تتكلموا تتعلق بالمال والعمل وعمشوف انا انه يحس انه مذنب يشعر بذلك يكفيه هاد التأنيف الضمير الذي يعيشه برج الاقرب عمشوف كتلك حتى لعزة برج الاقرب عمشوف في حب جديد تطلع كمان في عمشوف حتى هاي بتعني الزاويج بتعني الارتباط ممكن يكون في ارتباط جديد بحية برج الاقرب ممكن يكون حدا كذلك من برج الاقرب عمشوفه شخص مشهور او شخص شخص مشع شخص معروف شخص يجلو بالاعيون كتير شخص بحبوه الناس عمشوفه كذلك شخصية ناجحة جدا ممكن يشتغل بكل ما يتعلق بالحكومة او بالدولة يشتغل مثلا بالقطاعات العسكرية و بالقطاع الامن عمشوفه كذلك ممكن يشتغل بالتعليم هذا الانسان ممكن يطلب ايدك او ممكن حتى يريد الزاويج منك اوكي للبعض ممكن يكون تقدم او يتقدم هذا الانسان او يطلب ايدك يعنو عمشوفه شايل كاس الحب او كاس المي ليتحدث معك اوكي عمشوفه كذلك انسان اللبق الكلام انسان بيعرف كيف يتحدث عمشوفه يعمل خطوة مشان ان يكون معك هذا بالنسبة للناس العذاب اما بالنسبة للحياة العامية برج الاقرب عمشوفه في بداية جديدة تتعلق بكسب اموال هذه الاموال ممكن تأتي من مبادرات ممكن تعمل اشياء تخص المساعدات الانسانية او ممكن تتجهي برج الاقرب الى المساعدات الانسانية او ممكن تكون بشيء يعني تشتغل بجمعية مساعدة الناس عمشوف كذلك ممكن عندك رغبة انه تبني بيت او تتزوج كذلك عمشوف على انه عمشوفك يعني ممكن يكون عندك بهذا الشهر عزمات او ممكن انت يكون عندك ضيوف بالبيت عمشوفك تهتم لكل ما هو يتعلق بالاستقرار العاطفي والروحاني عمشوف كذلك حتى يا برج الاقرب ممكن في قضية بالمحكمة عمشوفها ستا يعني ممكن تربحها اذا كان عندك مشاكل تتعلق بالنوم يا برج الاقرب فامشوفك بهذا الشهر ممكن شوي عندك خلافات مع الناس عندك خلافات مع ربك بالعمال ممكن انت تلجأ الى عمل مشروع والابتعاد عن العمال بشركة او عند جخص ممكن ما تلاقي حالك تلاقي مشاكل معه وتلتجأ الى عمل مشروع خاص عمشوف فيه اعباء كتيرة ممكن تكون على عاطقك يا برج الاقرب وخاصة بالعمال عمشوف ما عندك استقرار بتحس حالك انه منك مستقر لهيك عم تلتجأ الى كل ما هو روحانيات وكل ما هو صداقات وجمعيات والاهداء للناس عشان يحصل هذا الاستقرار بحياتك عمشوف كذلك نجاح بقضية تتعلق بالمحكمة عمشوف كذلك عندك ارق بس عمشوف عامة الطاقة تتجأ حول الانعزال يا برج الاقرب عمشوف كذلك عندك هدف وعمشوفك مسكر ابويب كتير على ناس ما بيستحقوا خاصة الناس المتطفلين اللي عم تاخد الاخبار وعم تجيبه اوكي عمشوفك هم مقفل ابويب تجاه هاد الناس ما عم تعطيه او ما عم تسمح له انه تدخل بحياتك كذلك عمشوف على انه ممكن في شخص خبيط كما قلت يتدخل بحياتك حاول انه تسكر الابواب عليه ما تحاول انه تفتح الابواب ابدا كان طاقتك انت او اسحاب المجموعة الاولى برج الميزان او حليا انتو انت بحثوا عن التويزن بالحياة عمشوف في بدء بداية جديدة بالحياة كأنه شخص ابتعد عنكن وانتو بدكن تبدأوا بداية جديدة اوكي بتبحثوا عن التويزن شخص خاصة هالانسان اللي ابتعد عنكن شخص بتحبوه كانت في علاقة حب جميلة بيناتكن بس عمشوف الامور باقت بالفشل او العلاقة ما كانت جيدة بيناتكن اوكي انا عمشوفك عم تبحث عن توزن عم تبحث عن استقرار اكثر بالحياة اما الشريك حاليا عمشوفه اه اه في علاقة يعني اذا هي وردة يعني هي بتعني كتير اشياء هالوراقي لمجموعة من الناس الحبيب مش قادر يبعد عنكن مش قادر يبتعد عن العلاقة او اه في حب اوي بينك وبينه في نوع من التعلق بالعلاقة بس للبعض عمشوف انه هالانسان في خيانة خاصة وخاصة عمشوف في خيانة جسدية مع اشخاص اخر يعني مع ناس تانيين اكا بس وارد هو كما يظهر لي انه هو متعلق كتير بعلاقتكن يعني انتو هي متعلقين ببعض بشدة مش قادرين تنسوا بعض اوكي عمشوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي في نوع من التملق بالعلاقة اكثر اوكي شبكين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض او خاصة ان هو لما ببعد عنك بحس بقلم مش قادر يبعد اوكي انتو مع بعض تتقلموا لما بتكونوا مع بعض وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني او بتتعبوا التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب اوكي او يعني علاقة كتير صعبة اوكي عمشوف كذلك انت خاصة او صاحب القراءة عمشوفوا او من بعض هالفراق اللي عمشوفوا بالتاروت انتو عم بتحاولوا او تكونوا سعيدين اللي انا عم نطلع انه او انتم تحدثون توازن بالحقيقة هيدا اللي بيطلع لك كذلك انت يا صاحب القراءة عمشوفك حاليا عم تبحث عن اشياء تسعيدك بالحقيقة لانه العلاقة كانت جارحة جدا وكان فيها خصام وكان فيها زعل كتير قوي وصرتو عم تبحثو عن حال علاقتكن اكثر اوكي لحيك انا عمشوفك عم تلجأ للموضوع اللي عم تنسي كل هالاشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة كذلك حاليا عمشوفه بيحاول يعني ينسى الموضوع حاليا عمشوف هالشخص بعزلة عم يتمنى كتير اشياء بالحقيقة انه تتحقق يتمنى انه تكون العلاقة جيدة معك وبس يعني ممكن حاليا انتم ابتعدين اذا ما كان في ابتعاد جسدي عمشوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة في نوع من اللي انا عمشوف العلاقة تاخد منها التعلق اكثر اشياء السلبية اللي عم تشوفها انت فيه ممكن هالانسان عم يهتم للعائلة اكثر ما يهتم فيك هدا للناس المتزوجين وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة اكا عمشوف اهتماماته اكثر تنسب للعائلة وممكن حدا بالعائلة توفى له فيه اشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها الانسان وعم شوفوا هدا الاشياء الايجابية عمشوف شخص باور يعني فيه نوع من ال ممكن يكون برج اساد وفيه هيك طاقة نارية اكثر لعنا عم يتلع الانسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الاسد حتى القوس عم يطلع هون بالقراءة عم يطلع الانسان هيك شخصية نارية شخصية مقدمة شخصية هيك جميلة عنده نوع من الانده انرجية وعنده طاقة كتير هائلة بيعمل كتير اشياء وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة اما هو هي عم يشوف انو عم يشوف على انو انت عندك مشكل يعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة يعني انت مبتعرف توازن العلاقة انت شخص وهيدا بيبين لعيك انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة ممكن انتو بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض بيصير هو يسأل عنك كل لحظة يسأل عنك باي وقت ممكن انت عم تراقبه بشدة وهالاشياء عم نشوف ما في توازن بالعلاقة في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة هيدا عم يدها اللي هون اما الاشياء الايجابية عم نشوفك شخص روحاني شخص متدين شخص عنده عمق داخلي جميل بحب فيك هالشخصية ويحب انه عميق جدا عندك نوع ممكن شخصية انسانية عم تحب الخير للناس وهيك جميلة يعني هيدا ينطبق على الرجل والامرأة اوكي كمان عم شوف انا وخاصة نوياك انت عم شوف النية برغم انه في زعل بيناتكن في خصامات وفي نوع منها انتو مش قادرين تبعدوا عن بعض في نوع منها بدك انت خاصة انت بدك ترجعوا لبعض تكونوا مع بعض تكملوا الطريق اما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شي بس هو حاليا مبتعد حاليا مع منوشي عم يفكر واخد وقت لحاله مع يقدر يعني ما رح يعمل خطوة للامام اوكي عم يفكر بنسبة كبيرة بفكر وب يعني هالانسان بحبك بس ما مشوف في خطوة للامام اذا عم انت ناوي انه تكون خطوة الزواج خطوة يتقدم لك يعمل شيء لك ما عم شوف ابدا بها الوقت لأ بس انا عم شوف انه هالانساني تجميلة بحبك بس هو مبتعد بهذا الوقت حتى لو كان لساتكن بالعلاقة هالانسان بهالمرحلة واخد بوز واخد وقت لنفسه بده يشوف اولوياته او بده ياخد وقت يقرر او ياخد قرار حاسم اوكي يعني العلاقة الفية زاويج او لا حاليا انا عم عم نشوف لساتكن رح تضلوا بهالموتة مع التعلق ولا وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك يعني ازا بعضتوا عن بعض ما بتقدروا وازا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا بقلك يعني نظف محيطك او نظف الهالة تبعك يعني بقلك الانرجي تبعك او طاقتك انت اللي تحيطك يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها انت لازم ما تنقيه لانه في نوع من المراقبة والشك والغير والتملك هيدا كل شي بيدر يعني هالطريق بتدر العلاقة اكثر ما بتنجحها اوكي انا عم لاحز في نوع بين الخلط بين الحب وبين التعلق والشك يعني عم شوف كتير ناس ازا بحبوا بصيروا يتملكوك لا من الرجل لا من المرأة وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب هايدي هايدي طاقة سلبية اكي اه اه يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه اكي مثلا انا بحب امي بس اه يعني ليس ليس من المفروض ان اه تصير لا الي تصير ملكي اه يعني يعني املكا او مثلا ازا بدا تزوج املكا مخلية. هيدا نوع من الطاقة السلبية. اوكي? لازم تشيله فكرة انه تملك الشخص هيدا طاقة سلبية. لانه ما عندنا الحق نملك اي حدا او اي حيوان او اي شخص. اوكي? اه لازم تعطيه حرية لازم تعطيه طاقة او لاقله. اوكي? كمان هون بيقول لك اه عمشوف كمان هون في نوع من في نوع من التعلق. وكمان هون بيقول لك اه لازم تشافح عليك او تشافح الطاقة السلبية اللي انت عايش فيها. ها كل الوراء بيحكي على انه انت والشريك لا احكي عنك فقط. انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة. لانه اه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة. اوكي? عمشوف اه كمان انه اه ام الصحة جيدة بس انتبه للنوم للعيون كدلك انتبه لفمك لاصنعناك حاول تستلون كتير منيح. ا اه انتبه لكل ما يدخل للفم من اكل ما تأكل اي شيء عشان ممكن يسبب لك مشاكل بالمادى. ا ا ا ا كدلك انتبه اه ا ا ا ا كدلك تماد كده كدلك حاول تعمل توازن كتير كبير بحيه بكل ما يتعلق بالحب وحتى بالعمال وكذا حاول تكون هادئ اكثر. عم شوفك شوي موتر بس عمطن الطاقي في الشيء من الاهتمام اكثر بالفايننس. عم شوفك المال والعمال ياخد حصة كبيرة بشاهر ريونه لبرج العقرب. حاولت اهتم بهذه الامور وما رح يكون الا الخير ان شاء الله. هيدا كل شيء اتمنى على كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا اللايك وسبسكويرب لقناتي وشكرا لعلكم.